هذا دور الفرد المسلم أن يثق بالله وأن يتدين تدينا صادقا وأن يدعو الله عز وجل بما يستطيع وأن يناصر بكل الأدوات المتاحة له كل ما يحفظ دين الله عز وجل ويدود عنه هل للعالم دور أكثر من هذا؟ ما في شك دور العالم أعظم وأجل والعبارة التي نحفظها جميعا صنفان إذا صلح الناس وإذا فسد الناس وهم العلماء والأمراء وكلمة العالم الزاهد عبد الله بن المبارك رحمه الله رأيت الذنوب تميت القلوب وذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك أسيانها إلى أن قالوا هل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ فالعلماء دورهم عظيم وهذا الدور يتمثل أولا في أن لا يؤثر الدنيا على الآخرة هذه مزلة أقدام وقع فيها الناس في القديم والحديث فالعالم متى ما آثر الدنيا ونظر إليها وصار همه منصبا عليها وقلبه معقودا على جمعها فإنه العياذ بالله ليس في كلامه بركة ولا على كلامه نور ثم ثانيا دور العالم أن يكون ناصحا والنصيحة هنا بمعنى الإخلاص ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم أن يقول بالحق لا يخشى في الله لوم تلائم هذا أيضا واجب على العلماء ثالثا على العلماء أن يعلموا يقينا أن التاريخ يسجل وأن الأسماع ترصد الآن الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد وابن أبي ذئب وفلان وفلان هؤلاء ماتوا من مئات السنين رحمة الله عليهم لكن ما زالت مواقفهم هي التاريخة نعم ما زالت كلماتهم محفوظة ومواقفهم مشهودة والناس يروونها وإذا ذكروا العز بن عبد السلام ذكروه بأنه سلطان العلماء وبائع الأمراء إذا ذكروا رجاء ابن حيوى ذكروا كلامه مع عمر ابن عبد العزيز وبالمقابل لو أن العالم آثر الدنيا وآثر السلام لعرضه آثر السلام عما قريب سيطويه الموت وسيطويه النسيان ولا ربما إذا ذكر ذكر بالسوء ما زالت الأحداث قريبة لناس شايعوا الطغاة وأيدوهم وأفتوا لهم بما يشتهون ثم بعد ذلك الآن ما يذكرهم أحد وصاروا مرتهنين بأقوالهم وأعمالهم مات هؤلاء العلماء ومات أسيادهم الأمراء الذين رغبوهم ورهبوهم وكل إنسان مرتهن بعمل فوادب على العالم أن يكون صادعا بالحق ولا يتنافى هذا مع الحكمة بأن لا يكون داعية فتنة ولا رأسا من رؤوس الضلال ولا متسببا في سفك الدماء لكنه يصدع ويصدح بالحق